بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحال ببيت الله الحرام انعقد هذا المجلس الأسبوعي الحادي والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدرستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما جمعه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى من أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم وهذا المجلس الحادي والأربعون نشرع به بعون الله وتوفيقه في باب القراءة في الصلاة تاسع أبواب كتاب الصلاة وقد جمع فيه المصنف رحمه الله ستة أحاديث مما اتفق الشيخان على إخراجها في صحيحيه من لذين هما صح الكتب بعد كتاب الله تعالى سائرين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب القراءة في الصلاة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث الذي تقدم جزء من دلالته فيما مضى من أحاديث الباب السابق في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل آخر وكذلك باب حديث المسي صلاته التي تدور فيها استدلالات الفقهاء رحمه الله حول مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وهم مع الاتفاق على وجوبها بين قائل بالركنية كما هو مذهب الجمهور أو الوجوب الذي هو دون الفرضية كما هو مذهب الحنفية إلا أن الخلاف بينهم في مسألة قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة أو الاقتصار على بعض ركعات الصلاة وصحة الصلاة بها فهذا الحديث هو عمدة استدلالاتهم في تلك المسألة مع أدلة أخرى سواها لذلك لوضوح دلالته وصراحته في عدم صحة صلاة من صلى من غير أن تكون صلاته مجتملة على قراءة سورة الفاتحة فالحديث هذا الذي سيسوق المصنف رحمه الله شرحه عليه أو يملي شرحه عليه متعلق بهذا الأمر كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أنصاري سالمي عقبي بدري عقبي بدري يكنى أبا الوليد توفي بالشام وقبره معروف به على ما ذكر يقال توفي سنة أربع وثلاثين بالرملة وقيل ببيت المقدس والحمل في فلسطين وبيت المقدس كذلك ويقال توفي بالشام ومنه من قال إنه توفي بقبرص بالشام وليست قبرص الجزيرة المشهورة عبادة بن الصامت رضي الله عنه أبو الوليد من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصاري من الخزرج منهم خاصة خزرجي سالمي أخو أوس بن الصامت أمه قرة العين بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان ومن مناقبه رضي الله عنه أنه أحد النقباء لاثني عشر ليلة العقبة بل شهد العقبتين الأولى والثانية وهذه أيضا خصيصة ومنقبة كريمة له شهد بيعة العقبة الأولى والثانية شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها رضي الله عنه وأرضاه ولذلك يعد من خيرة الصحابة ومن فضلائهم علما وعقلا ورأيا ووجاهة في قومه رضي الله عنه من مناقبه رضي الله عنه ما قاله محمد بن كعب القراضي قال جمع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار خمسة يقصد من جمع القرآن بأكمله حفظا من الأنصار خمسة معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوم وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا في خلافة أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وجهه إلى الشام وكلكم يعلم أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يتخير من الصحابة علماءهم وقراءهم وحذاقهم وعقلاءهم يبعثهم إلى الأمصار والأقطار معلمين وقضاة وأئمة للإسلام في تلك البلدان فاختار الفاروق عمر رضي الله عنه عبادة بن الصامتي فأرسله إلى الشام قاضيا ومعلما فأقام بحمص ثم انتقل بعدها إلى فلسطين قيل هو أول قاض في الإسلام تولى القضاء بأرض فلسطين ولذلك فالرواية له وعنه جمة بين الصحابة والتابعين ومنها هنا كانت وفاته بفلسطين قيل بالرملة وقيل ببيت المقدس لأنه كان بها وقد قضى بقية عمره وآخر حياته هناك رضي الله عنه وأرضاه أحسن الله إليكم قال رحمه الله والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ووجه الاستدلال منه ظاهر طيب ما ظهور الاستدلال من أين في الحديث أن وجوب قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة طيب هو ما حكم بالوجوب قال لا صلاة هو نفى الصلاة عن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن أين أخذتم وجوب قراءة الفاتحة؟ ممتاز بالمفهوم إذن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة ليس مستفادا من منطوق الحديث بل من مفهومه وسنأخذ هذا لبيان ما قوة درجة الاستدلال بالحديث وكلكم يعلم أن الاستدلال بالمفهوم أضعف إن الاستدلال بالمنطوق فلو كانت دلالة منطوق في أي نص على وجوب قراءة الفاتحة لما وقع فيها خلاف فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو نفى الصلاة على الخلاف هل نفى صحتها أو نفى كمالها إنما تكلم عن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم يدل بمفهومه المخالف على صحة صلاة من قرأ بفاتحة الكتاب فمن لم يقرأ بها صلاته لم تصح ومن قرأ بها صلاته صحيحة وبالتالي قالوا لا تصح الصلاة إلا بها لاقتران دلالة المنطوق بالمفهوم نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية فيحتاج إلى الإضمار ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين أحدهما أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة والضرورة تندفع بإضمار فرد فلا حاجة إلى إضمار أكثر منه وثانيهما أن إضمار الكل قد يتناقض فإن إضمار الكمال يغتضي إثبات أصل الصحة ونفي الصحة يعارضه وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض فيتعين الإجمال الآن انظروا إلى مسالك الأصوليين في تعاملهم مع مثل هذا الحديث يقول صلوات الله وسلامه عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال لك قبل قليل الحديث يدل بظاهره على وجوب قراءة الفاتحة فالصلاة طيب تعال معي إلى تحليل ألفاظ هذا النص لاستنباط هذه الدلالة منه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من الأصوليين من قال النص هذا مجمل ومعنى مجمل لا يمكن الاستدلال به على حكم إلا ببيان مقارن وإلا فالحديث وحده لا يقوى على إفادتنا حكما شأنه شأن المجملات فأي نص مجمل لا يستفاد منه ما يتعلق به الإجمال لا يستفاد منه دلال لأن المجمل مفتقر إلى بيان من أين جاء بهذا التقرير كيف يقال إن الحديث هذا مجمل غير بي ولا يفهم منه حكم ويحتاج إلى بيان من خارج قالوا لأن قوله لا صلاة هاهنا مضمر مقدر الكلام غير مكتمل لا صلاة هذه لا نافية للجنس وصلاة اسمها منصوب فأين خبروها خبروها محذوب فلابد من تقديد فإما أن تقول لا صلاة موجودة لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة فإذا تتعدد الإضمارات المقدرة فإذا المقدمة الأولى أن تقول النص بتركيبه يحتاج إلى إضمار خبر مقدر المقدمة الثانية إذا احتجنا إلى إضمار إلى تقدير مضمر أو خبر غير مذكور في الجواب فأنت أمام احتمالات والاحتمالات إذا تعددت فإما أن تقول بها كلها أو تقول ببعضها إذا قلت ببعضها من غير دليل يكون تحكما ولا سبيل إلى القول بكلها لماذا لا سبيل إلى القول بكلها؟ يعني لا تستطيع أن تقول لا صلاة موجودة وصحيحة وكاملة لا يصح إضمار الكل لسببين السبب الأول أن القاعدة دائما في الإضمار أنه يندفع بأقل ما يندفع به للضرورة الإضمار ما احتجنا إليه للضرورة والضرورة تقدر بقدرها وإضمار أحد المحتملات كافي فلا حاجة إلى أضمار المعانية أو المقدرات الأخرى والسبب الثاني أنك لو قدرت كل المحتملات لأفضى إلى التناقب فإما أن تقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة ولا سبيل إلى الجمع لأن الجمع بينهما تناقب من أين يأتي التناقب؟ لو قلت لا صلاة صحيحة فإنك تنفي أصل الصحة فضلا عن كمالها فإذا قلت لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة فقد جمعت بعن معنيين متناقضين لأن النافي لكمال الصلاة مثبت لأصل صحتها فإن تجمع بينه وبين من ينفي الصحة جمعت بين متناقضين إذن المقدمة الأولى الجملة تحتاج إلى إضمار مقدر المقدمة الثانية لا سبيل إلى إضمار الكل لسببين أنه ضرورة والضرورة تندفع بأقل قدر وأن إضمار الكل يفضي إلى التناقب طيب أحتاج إلى تقدير ولا أستطيع تقدير الكل النتيجة النص مجمل ناقص في السياق اللفظي في التركيب يحتاج إلى إضمار ولا أستطيع اختيار أحد المضمرات إذن يبقى النص هكذا مجملا يحتاج إلى بيان فإذا وجدت نصا آخر قدر لي أو حدد لي المقصود بالنفي لا صلاة هل هو المنفي الصلاة الكاملة فتكون الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الأجر أو يكون نص آخر يقول بل المنفي صحة الصلاة فأقول لا صلاة أي صحيحة فهذا معنى مجمل قال رحمه الله تعالى إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال من حيث وقرر ما قلناه قبل قليل قال من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية معنى هذه الجملة أنك لو قلت لا صلاة حقيقة موجودة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة قال ظاهر اللفظ أو حقيقته غير ممكن متعذر ليش؟ لأنه ربما يأتي إنسان فيقف ويصلي صلاة بركعتين أو ثلاث أو أربع ولا يقرأ في ركعة منها سورة الفاتحة أليس الذي أداه في صورته يسمى صلاة؟ فإذا قلت لا صلاة موجودة هذا مخالف للواقع بل توجد صلوات لبعض المصلين تؤدى من غير قراءة فاتحة إذن إذا كان المعنى متعذراً فإذن هذا معنى كلامه من حيث أنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية فلما تعذر المعنى الحقيقي احتجنا إلى المجاز والمجاز هو التقدير مضمر فإما أن تقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة ثم قال هؤلاء في تقريرهم لا تستطيع أن تعدد المعنيين لعدم إمكانهما ويفضل التناقض إذن فهذا مجمل سيجيب المصنف رحمه الله عن هذا المسلك لدى بعض الأصوليين في تقريرهم أن هذا النص وأمثاله مجمل نقول هذا النص وأمثاله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لا نكاح إلا بولي وهكذا فهذه وأمثالها التي يسميها الأصوليون الأسماء المنفية أو للحقائق المنفية نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وجواب هذا أن لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية وإنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع وكذلك لفظ الصيام وغيره أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه الغالب ولأنه المحتاج إليه فيه فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة طيب معنى هذا الكلام أنهم لما انطلقوا في تقرير قولهم بأن النص مجمل من تعذر حمل اللفظ على حقيقته نظروا إلى التقدير المضمري ثم قرروا الإجمال فهو يناقش ابتداء بأن لا نسلم أن المعنى الحقيقية منتف لا صلاة يعني ما حقيقة لا صلاة موجودة فقال أنت ماذا تقصد بقولك لا صلاة شكل الصلاة وهيئتها أو تقصد الصلاة التي شريعت في الشريعة فلو صلى صلاة شكلية كبر صامتا وركع صامتا ورفع وسجد كالذي يمثل هيئة الصلاة وهو ما صلى بل دعنا نقول كمن صلى بلا نية وقف هكذا يمثل هيئة صلاة يصورون صفة الركوع فقالوا تعال نعلم الناس صفة الوقوف وكبر ورفع وركع وهو ما صلى في الظاهر أن الهيئة هيئة صلاة لكن ليست صلاة شرعية فأنا لما أقول هذه صلاة أو ليست صلاة إثباتها أو نفيها يتجه إلى الصورة والشكل والمعنى الوجودي أو إلى المعنى الشرعي خلاص فإذا قلت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والمتكلم هو الشارع فيقصد بالنفي هنا الصلاة الشرعية التي شرعها بعركانها وشروطها ووجاباتها ونحوها فإذا انتفت واختلت فهو يقول لا صلاة وإن وجدت هيئة الصلاة وصورتها في الخارج فهذا القائل في الجواب المصنف رحمه الله يقول بل نحن نقول إن النفي الحقيقي متحقق لا صلاة فلا يحتاج إلى إضمار لا صلاة موجودة طيب هذا الذي صلى ليست صلاة لا صلاة بلا هو صلى لكن ليست الصلاة الشرعية فيقول عندئذ نحمل النفي على معنى النفي الشرعي وليس المعنى اللغوي أو الوجودي ومثله لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل طيب صام وما نوى لا صيام لكن صمت ما أكلت شيئا ولا شربت ولا أتيت من المفطرات شيئا من الفجر إلى المغرب لا صيامة فلو قال قائل لكن صورة الصيام موجدت يقال ليس هو الصيام الشرعي وهكذا لا نكاحة لا صيامة لا صلاة كل اسم شرعي له حكمه بصفته وأركانه وهيئته وواجباته وشروطه فإذا جاء في نصوص الشريعة فهو المراد إثباتا أو نفيا فإذا قال لا صلاة لا صيامة لا نكاحة طيب لا نكاحة إلا بوليه وعمليا هو تزوج من غير وليه وعمل العقد وبنى بها ودخل وعمل الأوراق كيف تقول لا نكاحة هذا النكاح موجود هذه حالة وهذه ثنتين وهذه ثلاثة فقال لا نكاحة شرعي وإن وجدت صورته أو شكله أو هيئته المنفي هو المعتبر شرعا لا صلاة معتبرة شرعا لا نكاحة معتبر شرعا لا صيام وقل مثل ذلك في بقية التقرير قال رحمه الله ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه الغالب ولأنه المحتاج إليه فيه فالعباد يحتاجون إلى الشارع في بيان الحقائق الشرعية وليس كما قال لبيان موضوعات اللغة هذا مسلك أن يحمل النفيان في مثل هذه النصوص على المعنى الشرعي والحقائق الشرعية فلا يحتاج لا إلى إضمار ولا إلى تقدير لا صلاة لا صلاة شرعا طيب عندئذ هل هو ينفي الصحة أو ينفي الكمال ينفي الصحة لا صلاة من غير أن يقدر لكن لا تسمى صلاة وإن صلى لا يسمى ركاحا وإن نكح لا يسمى صياما وإنصام لمن لم يبيت إلا بولي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهكذا الطريقة الثانية عند الأصوليين أن يقول كالتقرير الذي ذكره عن بعض الأصوليين ابتداءا لكنهم يخالفون في النهاية نعم المعنى الحقيقي متعدد لا صلاة موجودة هذا المعنى الحقيقي لا نكاح موجود لا صيام موجود لكن الحقيقة أنه يوجد صيام بلا نية ويوجد نكاح بلا ولي وتوجد صلاة بلا فاتحة لكن هذا الانتفاء الحقيقي الموجود مخالف للنص فاحتجنا إلى الإضمار فإذا احتجنا إلى الإضمار ترددنا بين معنيين وكلهما مجازي لأنه مضمر مقدر إما أن تقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة وهما معنيان محتملا لكن لن أقدر الاثنين للامتناع كما قال المصنف لكني سأرجح أحد المعنيين وأحد المعنيين يترجح عند من يقول بأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب فيقدر لا صلاة صحيحة فيجعل المنفي هو الصحة لما؟ قال لأن المعنيين مجاز لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة كلاهما مجاز فإذا كان ولا بد من تقدير أحد المجازين فنرجح أقربهما إلى الحقيقة الحقيقة نفي الوجود لا صلاة موجودة لا صيامة لا نكاحة طيب أي المعنيين لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة هي أقرب إلى معنى الحقيقة المتعذر نفي الكمال أو نفي الصحة نفي الصحة لأنه يجعل الوجود كالعدم فنقدره لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة فنقول لا صلاة أي لا صلاة صحيحة ولا إجمال فإذا قيل بل يوجد احتمال آخر نقول نعم لكن رجحنا هذا لأجل هذا الاعتبار تعذرت الحقيقة فقدرنا المجازة الأقرب إلى الحقيقة لأن نفي الصحة يجعل وجود الشيء كعدمه لا صيامة صحيحة لا نكاحة صحيحة لا صلاة وهكذا في سائر النصوص والله أعلم نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وقوله لا صلاة إلا بفتحة الكتاب طبعا على هذا التقدير لا صلاة صحيحة لا نكاحة صحيح لابد أن يكون مضطردا في كل نص مشابه يعني مثلا من يقول إن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها لما قال لا صلاة والتقدير لا صلاة صحيحة طيب لا صلاة لجاري المسجد إلا في المسجد وإن كان الحديث ضعيفا طبعا أصح منه لا صلاة بحضرة طعام طب لو صلى والطعام بحضرته تقول لا صلاة صحيحة تقول لا هناك سأقدر لا صلاة كامل الصلاة صحيحة لكن المنفية الكمال هذا من التثعلب الذي نبه عليه المصن في درسنا الماضي أن لا يتثعلب أن يطريد المستدل والناظر في الأدلة على منهج واحد لا هذا ما يصلح بل هناك جواب آخر إما أن تقول نعم من صلى بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان فصلاته باطل كما يقول بعض الظاهرية إجراء لللفظ على ظاهره والطرد للقاعدة كما لا تصح صلاة من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاة من صلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لأن الطريقة واحدة والسياق واحد والتركيب في النصوص الشرعية واحد أو تقول إذا كنت ولا بد ستفرق بين المسألتين فلا بد من دليل الأصل أنه نفي صلاة الصحيحة إذا وجد عندي دليل يدل على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام أو من صلى بمدافعة الأخبثين سأقول صحة صلاته ثم عليك بالدليل إما أن تثبت هذا بإجماع أن تثبت هذا بأدلة أخرى بشواهد لك أن تستدل وإلا يلزمك إذا قررت هذا التقرير هنا في كل نص مثله أن تقول هو كذلك نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة هذه مسألة مهمة وهي أيضا من مواضع استدلال الفقهاء بهذا الحديث هل تجب قراءة الآن اتفقنا أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة السؤال في كل ركعة أو لو أتى بها في بعض الركعات أجزأت وصحت صلاته الحديث ليس نصا صريحا في إيجابها في كل ركعة قال لا صلاته لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لمن لم يقرأ فين في صلاته طيب هل قال في كل ركعة من صلاته الحديث لم ينص على وجوبها في كل ركعة ولهذا وقع خلاف الفقهاء فمنه من قال تتعين وجوبا في كل ركعة فلو أتى بها في ثلاث ركعات من الرباعية دون الرابعة ما صحت صلاته أو في ركعتين من الثلاثية دون الثالثة ما صحت صلاته ومن الفقهاء من قال بل لو أتى بها مرة واحدة في ركعة واحدة صحت صلاته وكل الفريقين يستدلوا بهذا الحديث كيف؟ قال لا صلاتة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاتة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفى الصلاة والركعة الواحدة تسمى صلاة من باب إطلاق الكل على الجزء فالكل صلاة وتسمى الركعة الواحدة صلاة فإذا قلت لا صلاة يعني كل ركعة تسمى صلاة فيكون هذا نوعا من حمل اللفظ على كل ركعة لا صلاة يعني لا ركعة صحيحة في كل صلاة إلا بقراءة الفاتحة والآخر يقول بل نفى الصلاة عمن لم يقرأ فيها ولو أن مصليا في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية لو قرأ الفاتحة مرة واحدة في إحدى الركعات ألا يصح أن تقول إنه قرأ الفاتحة في الصلاة؟ خلاص يكفي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قرأ إذن صدق عليه أنه قرأ الفاتحة في الصلاة في الركعتين في الثلاثة في الأربع ولو مرة واحدة فلهذا وقع الخلاف ولأن المسألة ليست ظاهرة في استدلال أحد الفريقين قال رحم الله قد يستدلوا به وقد يستدلوا به فليست نصا ولا مرجح فيها في لفظ الحديث لأحد القولين فأبدى الاحتمال لإمكانية الاستدلال لهذا الفريق ولهذا الفريق وهذا أيضا من الأمثلة التي تكررت معنا برارا في أن مآخذ الفقهاء في الاستنباط من الأدلة يكون سببا للخلاف مع اتحاد الدليل أحيانا الدليل واحد لكن هذا يستدلوا بطريقة وذلك يستدلوا بطريقة فيختلفان في الاستدلال والأحكام التي تنشأوا عنها أعيد قوله لا صلاة قال وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة ويدل على أن الأمر كمان الدعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال لا لكل ركعة لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة قال خمس صلوات أنت تقول الفجر صلاة واحدة وهي كم ركعة؟ ركعتان والظهر صلاة وهي أربع ركعات ولا تقول الظهر أربع صلوات فلو كان إطلاق اسم الصلاة على الركعة الواحدة حقيقة لقلت إن الظهر أربع صلوات لكن ما تقول هذا لغة لكن تقول الظهر صلاة فدل على أننا لو سمينا الركعة الواحدة صلاة فيكون مجازا لا حقيقة واستدل لك بالحديث خمس صلوات والمراد بها ذوات الركعات قال رحمه الله لو كان اسم الصلاة حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد كم؟ سبع عشرة صلاة لو كان كذلك نعم قاله جواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه طيب تقدم قبل قليل أن الاستدلال على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة من هذا الحديث مستفاد من مفهومه لا من منطوقه لأنه نفى الصلاة عن من لم يقرأها فأنت تقول إذن فقراءتها واجبة هذه دلالة مفهوم لا دلالة منطوق قال غاية ما في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة طيب قال لو وجدنا دليلا يستفاد بمنطوقه على وجوبها في كل ركعة لكان مقدما واكتفى رحمه الله تعالى بهذه الإشارة ولم يخض في تفاصيل ما يذكره الفقهاء وتقدم معكم ليلة الدرس الأسبوع المنصر أن حديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن والخلاف هناك بين الحنفية والجمهور هل الفاتحة متعينة؟ واهر الحديث يدل لرجحان مذهب الحنفية قال ثم قرأ ما تيسر ومر بك التأويلات التي هناك وكان أقواها ما تيسر بعد الفاتحة وإلا فالفاتحة متعينة بنصوص أخر وبعض ألفاظ حديث مسيء صلاته دل على أن المتيسر المأمور به ما بعد الفاتحة وإن ترتب على هذا إشكال وهو وجوب قراءة فاتحة بعد الصلاة للأمر بها ثم قرأ ما تيسر هناك في ذاك الحديث قلنا أو تقدم كلام الشراح أن مما يستدل به في حديث المسيء صلاته على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بعض روايات حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه وتحديدا ما أخرجه أحمد وابن حبان ولفظه ثم فعل ذلك في كل ركعة بعدما أعطاه أركان الركعة قرأ ما تيسر ثم ركعة حتى تطمئن ثم ارفع ثم مسجد ثم قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها قالوا هذا يدل على وجوب ذلك الفعل في الصلاة ولو قدرنا الفاتحة فهو من جملة الصلاة أيضا لم يكن نصا صريحا قالوا إلا أن بعض الروايات كرواية أحمد وابن حبان ثم فعل ذلك في كل ركعة فدل ذلك على تعيّن قراءة الفاتحة في كل ركعة هذا يدخل في قول المصنف فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما فهذا مما استدل به القائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة وهم الشافعية والحنابلة واستدلوا أيضا بأدلة أخرى مثل حديث البخاري مع نبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة طب ليش ما عد هذا دليلا حاسما في المسألة لأنه حكاية فعل وهي محتملة نعم كان يقرأ لكن قد يقال يقرأه استحبابا لا وجوبا فما المحمل لها على الوجوب ومما استدل به أيضا ما سيأتينا في حديث أبي قتادة الآتي كان يقرأ في الظهر بالفاتحة وركعتين في العصر كذلك فنص على وجوب الفاتحة في كل ركعة قال الحافظ بن حجر في حديث البخاري كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة قال وهو مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي دليل على الوجوب فليس الحديث وحده بل باقترانه بأمره بصلاتنا كصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل ذلك من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كالمالكية قالوا أيضا الحديث لا ينهض والغاية ما في الأمر أمر مطلق كحديث عبادة هنا ومما استدل به أيضا حديث المسيء صلاته حتى ترى التنازع الواقع في الدليل الواحد الذي يستدل به قولان مختلفان ومذهبان متقابلان قبل قليل ثم فعل ذلك في صلاتك كلها في رواية أحمد بن حبان في كل ركعة إذن فالفاتحة واجبة في كل ركعة قال المالكية حتى لو أن رواية في كل ركعة لفظ ثابت لكن قوله افعل ذلك في كل ركعة لا يعود إلى كل ما ذكره في الحديث اتفاقا صح؟ باتفاق ثم افعل ذلك ذلك في كل شيء ذكره في حديث في تعليمه صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام كم مرة؟ مرة واحدة فإذن قوله ثم فعل ذلك باتفاق لا يعود إلى كل ما جاء الأمر به اتفقنا طالما اتفقنا على هذا إذن كيف لك أن تجعل الفاتحة من جملة ما يدخل في التكراره في كل ركعة إذا لم يعد قوله ثم فعل ذلك إلى جميع ما ذكر كان محتملا لأن يشمل الكل بما فيها الفاتحة أو أن يشمل الأفعال في الصلاة دون الأقوال كيف يعني؟ يعني القيام والركوع والرفع والاعتدال والسجود قال وهذا محتمل وهو ظاهر في الأفعال لأنها هي التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسيء صلاته وما استمع إلى قراءته لكنه شاهد فعلا فيه سرعة وعجلة وعدم طمأنينة فقال له افعل وفعل وفع ثم فعل ذلك ظاهر هذا السياق في الموقف الذي حصل والتعليم النبوي المصاحب أن قوله ثم فعل ذلك عائد إلى الأفعال لأنه التي أنكرها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لما جاء في مقام التعليم استوفى ما أخطأ فيه وأساء وما لم يخطئ لكن قوله ثم فعل ذلك حتى ذكر الوضوء وما رأى هو يتوضى أمامه وقلنا هذا أيضا في بعض روايات أبي داود أمره بالوضوء وهو إنما دخل المسجد للصلاة فعلى كل حال دل ذلك على أن اسم الإشارة ثم فعل ذلك لا يعود إلى الكل المراد يا كرام بيان مآخذ الفقهاء في الاستنباط من الحديث الواحد الذي تتعدد احتمالات دلالته وأنه متسع للنظر ويبقى الترجيح الذي يقوم عليه صنيع الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم طيب انتقل إلى مسألة ثانية فرغنا من قضية قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ووجوبها ومسألة هل تجب في كل ركعة أو لا تجب لم يخض المصنف رحمه الله في ترجيح شيء إنما أشار إليك كيف يستدل بالحديث الآن هل المأموم تجب عليه القراءة خلف الإمام المسألة خلافية بين الفقهاء منهم من يجبها مطلقا يش يعني مطلقا في السرية والجهرية ومنهم من لا يجبها مطلقا وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه مطلقا ومنهم من يفصل فيوجب قراءة المأموم في السرية دون الجهرية قال هذا الحديث قد لأنه ليس نصا صريحا قد يستدل به من يوجب القراءة على المأموم كيف؟ لا صلاة ولم يقيد إماما أو مأموما أو مفردا وصلاة المأموم تسمى صلاة نعم عسن الله إليكم قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لأن صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة فإن وجد دليل يقتضي تقصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا وإلا فالأصل العمل به لا صلاة إماما كنت أو مأموما قال فإن وجد دليل يخصص المأموم من هذا الحكم خصصناه وإلا فهو داخل طيب قال من لا يوجب القراءة على المأموم وجدنا حديثا وأورد في هذا حديث عباد حديث جابر بن عبد الله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة والحديث مروي من طرق كثيرة مرفوعا وموقوفا موصولا ومنقطعا لكن الأئمة المحدثين كالبيهقي والدار قطن وابن عدي صححوا إرساله أنه ليس مرفوعا متصدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستدل له بأدلة أخرى كحديث صحيح مسلم لما قيل لأبي هريرة وقد روى حديث من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا قيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام قال قرأ بها في نفسك فدل على أنهم يرون وجوبها أو بعض الصحابة كان مذهبه وجوب كان مذهبه وجوب قراءة الفاتحة حتى على المأمومين حديث عبادة بن الصامت أيضا عند أبي داود والترميري قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأه فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها والحديث عند أبي داود والترميري كما تقدم فدل هذا على أن من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم يستدل بلا صلاة لمن لم يقرأ والحديث يشمله ويستدل بمؤكدات أخرى أبو هريرة قيل له إنا نكون وراء الإمام قال قرأ بها في نفسك ولم يرخص في تركها وحديث عبادة أيضا قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فهذا مما يقوي القول بوجوب الفاتحة على المأموم في مقامل ضعف حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لأنه لا يصح وضعف كثير من الحفاظ الحديث كما سمعتم وكما نص على ذلك أيضا لإمك الحافظ بن حجر وغيره وهذا في المقصود أيضا لبيان ما قاله المصنف فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم عليه وإلا فالأصل العمل به نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني وعن أبي قتادة الأنصري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب الأولى يان تثنية الأولى وكذلك الأخرى يان وأما ما يشيع على الألسنة من الأولة وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة يعني ما يشيع على الألسنة من التعبير عن الأولى بدل جعلها مؤنثة بألف التانيث المقصورة أن تكون بتاء التانيث فيقولون الأولى فإذا جاءت بالتاء التانيث فيكون تثنيتها أيضا بالتاء فيقال الأولتين قال هذا خطأ شائع الصواب الأولى والتثنية الأوليان وهكذا ويتعلق بالحديث أمور طيب هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب وهو ظاهر الدلالة فيه من الذي يقرأ في الصلاة أورد هنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الظهر والعصر قال يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بالفاتحة وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية بسورتين في كل ركعة يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يعني في كل ركعة فاتحة وسورتين فاتحة وسورتين صح؟ هذا محتمل ومحتمل لأن تقول بفاتحة الكتاب وسورتين موزعتين على الركعتين سورة سورة طيب فأي المعنيين هو الراجح ولماذا؟ يعني كيف تستطيع ظاهر الحديث يحتمل هذا وذاك يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين الذي يدل على ترجيح بعض المعاني الفاظ أخرى للحديث في صحيح البخار قال بفاتحة الكتاب وسورة سورة فدل على تقسيمها سورة في كل ركعة قوله رضي الله عنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية أن القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية وهو الذي ينص عليه الفقهاء كافة يسمع الآية أحيانا الصلاة سرية ومع ذلك ربما سمع الصحابة بعض قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين كما تقدم يطول في الأولى ويقصر في الثانية ثم انتقل إلى صلاة الصبح وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح فوجد في الحديث قدر المشترك بين الصبح والظهر والعصر وهو أن الركعة الأولى في الثلاث الصلوات أطول من الثانية وهو الذي قرر الفقهاء استحبابه في كل الصلوات ثم انتقل في آخر جملة قال وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب الركعتين الأخرين من أي صلاة؟ رجع إلى الظهر والعصر التي ذكرها في أول الحديث وذكر الظهر والعصر ثم ذهب إلى الصبح وعاد في آخر جملة وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب يعني بالاقتصار عليها هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث جعل بعض الفقهاء يقول بظاهره أن السنة في الركعة الرباعية قراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين والاقتصار على الفاتحة في الأخرين وأن السنة كذلك أن تكون الركعة الأولى في كل صلاة أطول من الثانية وإذا قلت إن الثالثة والرابعة فيما زاد على الثنائية تكون مقتصرة على الفاتحة تكون أيضا أخف منها في الطول وهكذا وفي الحديث أيضا جمل من المسائل التي تعلق بها كلام المصنف رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويتعلق بالحديث أمور أحدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة وإنما اختلفوا في وجوب ذلك أو عدم وجوبه ممتاز إذن الحديث يدل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الحديث فقط كل الأحاديث التي تثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة داخلة في هذا يعني لو قيل لك يا مسلم ماذا تقرأوا في صلاتكم وجاءك حديث عهد بإسلام ستقول له الفاتحة أهم شيء ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن إذن يثبت عندنا في مشروعية الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة هذا لا خلاف فيه الخلاف في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة أهو على الوجوب أم على الاستحباب الحديث هذا على ماذا يدل؟ الحديث هذا على ماذا يدل؟ الحديث ليس فيه إلا نسبة الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم أنه بذاته لا يدل على وجوب ولا استحباب إنما يدل على المشروعية في الجملة نعم قال أحدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة وإنما اختلفوا في وجوب ذلك أو عدم وجوبه وليس في مجرد الفعل كما قلناه ما يدل على الوجوب إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب يعني دائما تقول الأفعال النبوية لا تحمل على الوجوب إلا إذا جاءت بيانا لمجمل واجب فيستفاد الوجوب من المجمل الذي جاء هذا الفعل بيانا له لا من الفعل النبوي نفسه الفعل النبوي لا يستفاد منه في ذاته وجوب ولا استحباب إنما يستفاد من الفعل النبوي في الجملة شيء واحد أن الفعل هذا جائز ومباح وإلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الفعل في عبادة فلن يكون في حدود الإباحة فقط يرتقي إما إلى الاستحباب أو إلى الوجوب إلى هذا القدر فقط فكل حديث يرويه الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في الطواف في السعي في الحج في العمرة في الدعاء هذه أفعال عبادية ما يثبت فيها يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متردد بين الاستحباب والوجوب لا سبيل إلى حمله على الوجوب إلا إذا وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب نعم حسنا الله أريكم قال رحمه الله وقد الدعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا وإلى أن يفرق بينه وبينما الدعي في كونه وبينما الدعي فيه كونه بيانا من الأفعال فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا هذا الموضع قراءة سورة مع الفاتحة أو بعد الفاتحة من لم يقول بأنها واجبة يحتاج إلى طريقة يسدكها ليخرج هذا الفعل عن كونه بيانا لمجمل واجب ليش؟ لأنه في تلك المواضع كلما وجد فعلا نبويا قال وجوب ليش وجوب؟ قال يا أخي هو بيان لقوله أقيم الصلاة وأقيم الصلاة مجمل واجب فكل فعل نبوي تعلق ببيان فعل الصلاة سيكون بيانا لذلك المجمل ولأن ذلك المجمل واجب فكل فعل نبوي وقع بيانا له سيكون واجبا هذا سيواجه إشكالا منها هنا إذا كان لا يقول بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة يحتاج إلى جواب لأنه سلك قبل قريقة كلما احتاج إلى إيجابه من الأفعال في الصلاة قال هكذا فعل نبوي جاء بيانا لمجمل واجب إذن هو واجب قال فليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هنا فلابد من القول فإما أن يقول إن قراءة سورة بعد الفاتحة واجب فيكون مضطردا في أصله كل فعل عنده وقع بيانا للصلاة هو واجب أو يفرق فيحتاج إلى دليل وهو أيضا الذي نبه عليه المصنف أن لا ترتبى طريقة عدم الاضطرات أن يسير على منهج واحد نعم حسن الله أليكم قال رحمه الله الثاني اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخرين والشافعي قولان وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص قراءة السورة بالأوليين فإنه ظاهر الحديث حيث فرق بين الأوليين والأخرين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها طيب قال رحمه الله فيه خلاف هل تستحب قراءة سورة في الركعتين الأخرين أو لا قالوا للشافعي قولان فالقول بعدم الاستحباب أخذ بظاهر حديث أبي قتادة رضي الله عنه ليش لنفرق بين الركعتين الأوليين والأخرين لأن الركعتين الأوليين هي التي يقرأ فيهما بسورة بعد الفاتحة بخلاف الركعتين الأخيرتين ومن رأى الاستحباب قال كلها صلى وعدم ذكرها لا يدل على عدم مشروعيتها غايتما في الأمر أنه أراد التفريق في الطول أراد أن يقول لنا سورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية لا إثبات أصل القراءة بل أراد وصفها قال وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص قراءة السورة بالأوليين فإنه ظاهر الحديث فرق بين الأوليين والأخرين فيما ذكره من قراءة السورة وعدمها قال وقد يحتمل غير ذلك هذا مسلك من يقول أن القراءة غير خاصة بالركعتين الأوليين فلو قلت له لكن حديث أبي قتادة رضي الله عنه نص على قراءة السورتين في الركعتين الأوليين فقط سيقول لك لا هو ما أراد إثبات أصل القراءة أراد وصفها أراد فقط أن يقول لك ترى الركعة الأولى في الصلاة أطول من الثانية ما مرد هذا الطول؟ السورة التي يقرأها فما أورد ذكر السورة التي تقرأ بعد الفاتحة لينفيها عن الركعتين الأخيرتين لا هو أثبتها ليقارن لك في الطول أن الركعة الأولى تقرأ فيها بسورة أطول فلما يقول لك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الظهر بعد الفاتحة بسورة أطول من السورة التي يقرأها في الثانية لو كان التعبير هكذا هل تفهم منه أنه لا يقرأ سورة في الثالثة والرابعة؟ لا ما يدل على ذلك لو عبر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الأولى بسورة أطول من الركعة الثانية هل يدل على أنه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة؟ لا ما يدل قال رحمه الله وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ أن يكون أراد تخصيص الأوليين الأولى والثانية بالقراءة الموصوفة بهذا الصفة فما أراد إثبات أصل القراءة؟ أراد وصفها أراد أن يقارن لك في الطول أعني التطويل في الأولى والتقصير في الثانية نعم قال وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة أعني التطويل في الأولى والتقصير في الثانية الثالث يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود طيب هل هو سنة؟ هل هو سنة للإمام أن يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية؟ جواز يعني وليس الاستحباب قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأولين بفاتحة الكتاب وسورتي كل ذلك عطفه على كان يفعل قال ويسمع الآية أحيانا يعني كان يحيانا يسمع الآية قال الفقهاء هذا محتمل لأن يكون هذا الفعل النبوي مقصودا وأراد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الإسرار ليس شرطا لصحة الصلاة السرية وأنه لو وقع فيها الجهر صحة الصلاة هذا محتمل أن يكون قصد هذا الفعل لبيان الجواز وأن الإسرار في السرية أفضل لكن لو جهر فالصلاة غير باطلة ومن هنا قالوا الإسرار سنة من سنن الصلاة في السرية والجهر سنة في الجهرية فلو أسر في الجهرية أو جهر في السرية صحت صلاته لأن حكمنا بأنها من سنن الصلاة لا من واجباتها ويحتمل أيضا أن جهره صلى الله عليه وسلم الذي حكاه وأبو قتادة رضي الله عنه لم يكن مقصودا كيف يعني؟ قالوا ربما حصل هذا بسبق لسان للاستغراق في التدبر يعني كان عليه الصلاة والسلام يقرأ وربما استغرق في تدبره لما يقرأ فارتفع صوته وهذا قد يبدو أظهر ابتداء لمن عرف شأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وهذا قد يكون راجحا لولا التعبير بقوله يسمع من الفعل أسمع في فرق بين يسمع وبين سمعنا منه في قصد للإسمع يعني كان يرفع صوته عمدا ليجعل غيره يسمع كان يسمع الآية فيقتضي القصد والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابع يدل على استحباب تطوير الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية في سنن النساء كذلك مما يدل على قضية إسماع الآية أحيانا من حديث البراء رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات يعني ما هو نصف آية ما هو أول الآية ثم يسر بقيتها قال فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات وعند ابن خزيمة في صحيحي مثله من حديث أنس قال نسمع بسبح اسم ربك الأعلى نسمع الآية بعد الآية من سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فقوله في الرواية هنا أحيانا يدل على تكرر هذا وأنه لم يحصل نادرا أو مرة من غير تكرار والله أعلم ولهذا لما قال هنا في نهاية الجملة لا يجب سهوا يقتضي السجود لو جهر فهو جائز مغتفر لا يجب سهوا لأنه محكي باستحبابه وهذا أيضا رد على مذهب الحنفية الذين يقولون يسجد للسهو إن جهر في السرية نعم حسن الله أريكم قال رحمه الله الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة يقول استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية أما تطويل القراءة في الأولى على الثانية فيه نظر ما الفرق؟ يقول الحديث يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية أما تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية ففيه نظر وسؤال ما الفرق؟ تطويل الركعة بما تتكون منه وفيها قيام وفيها قراءة وفيها ركوع فهل الحديث دليل في ظاهره على تطويل الركعة الأولى على الثانية أو تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية طيب نرجع على لفظ الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولى من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين خلاص هنا تكلم عن القراءة ثم قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية يطول القراءة أو يطول الركعة طيب الحديث محتمل دائما ما نقول في استنباطات الفقهاء من ألفاظ الحديث هو النظر إلى مناط الدلالة يطول في الأولى ولم يذكر مفعول التطويل يطول إيش نعم قد تقول سياق الكلام يدل على القراءة لأنها واردة بعده يقرأ يطول هذا جعل بعض الفقهاء أو أغلبهم يقولون المقصود بالتطويل والتقصير القراءة وليست الركعة في مجملها إلا أنه يبقى للمعنى الآخر مساحة من الاحتمال لا يمكن إنكارها ولا رفضها أعد الرابع الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة أو بمجموع منه القراءة ولهذا قال النووي رحمه الله وهذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره وهما وجهان لأصحابنا يعني الشافعية أشهرهما عندهم لا يطول إيش القراءة قال والحديث متأول أنه طول الركعة الأولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ أو لسماع داخل في الصلاة ونحوه وليس للقراءة والوجه الثاني يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا قال وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة انتهى كلامه رحمه الله قول المصنف هنا يشعر بأنه رجح أن التطويل للركعة أو للقراءة للركعة قال رحمه الله لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة الحقيقة اللفظ لم يدل على تطويل الركعة يعني العودة إلى لفظ الحديث ليس ظاهرا بل هو أحد المعنيين أو أحد الدلالتين قوله بمجموع منه القراءة القراءة ودعاء الاستفتاح والترتيل وربما كان يتأنى صلى الله عليه وسلم ليسمع صوت الداخل أو يطول الركعة حتى لا يسمع قرع نعال أو لا يسمع صوت أحدهم داخلا إلى المسجد وهذا معنى قولهم في بعض أصاف قراءته صلى الله عليه وسلم حتى تكون السورة أطول من أطول منها هي السورة نفسها لكن كيف حصل الطول بتأنيه في القراءة وترتيره أو ربما بتدبره إذا ليس تطويلا في القراءة بقدر ما هو التطويل في الركعة فهذا ممن استدل به من قال ما قال به المصنف أن المقصود تطويل الركعة وليست القراءة خاصة إلا أن الروايات الأخرى لأحاديث صفات أو مقادير قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات ترجح المعنى الآخر أن التطويل والتقصير عائد إلى القراءة خاصة حتى ضبطت مقادير الآيات التي يقرأ بها في الصلوات منها مثلا حديث مسلم عن نبي سعيد الخدري كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية والابن ماجة أن الذين حرزوا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة وفي الركعة الثانية على نصفها وادعى بعضهم كما قال المصنف وصنيع بعض الفقهة كابن حباد أن الركعة الأولى تزيد على الثانية بالترتيل لا في مقدار القراءة لأن المقدار واحد وهو سواء وهو قول لبعض الفقهة كما سمعت من ترجيح المصنف رحمه الله تعالى نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله فمن لم يرى أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة والظاهر أن التطويل والتقصير يرجعان إلى ما ذكر قبله ما وهو القراءة نعم وهو الذي قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى إنه المختار الموافق لظاهر السنة والله أعلم أحسن الله عليكم الخامس فيه جليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على اليقين لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها طيب الآن الصحابي لما قال يسمعنا الآية أحيانا إذن هو ما علم أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة إلا بسماع بعضها قال فيه جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على اليقين فالطريق إلى العلم بقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة سرية غير مسموعة لا يتم إلا بسماع السورة ما تستطيع أن تقول كان يقرأ في صلاة العصر بسورة النازعات أو يقرأ في صلاة الظهر بسورة الملك ما تستطيع أن تحدد إلا بأحد أمري أن يخبرك صلى الله عليه وسلم بماذا قرأ أو أن تسمع السورة كلها فأن تقول لكني سمعته يقرأ تبارك الذي بيده الملك وغاب أو خفي عني تتمة قراءته فأنت استند في إخبارك على ماذا؟ على سماع بعض أو الإخبار ببعضها وهو ظاهر وليس يقينا قال لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها سمع قراءة بعضها ثم وجدت قرينة وهو بقاؤه قائما مستمرا فتكون قرينة على أنه أتم السورة أو نحو ذلك أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قلت فقد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لفظة كان ظاهرة في الدوام أو الأكثرية ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكثريا بقراءة السورتين فقد أبعد جدا 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 لأن هذا لم يورد أصلا في الروايات ولا نجد مثله مع كثرة ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم من صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أضفت إلى هذا ما جاء في الروايات الأخرى التي تفيد الطلاع الصحابة رضي الله عنهم أو توافقهم على أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية بقراء ودلائل متعددة مر حديث البراء كان يسمعنا الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات وأيضا عند أبي داود كانوا يعرفون قراءته في الظهر بالاضطراب لحيته فلو كان صامتا ما يتحرك فكه فلا يرى اضطراب رحيته إلا بحركة فمن وحديث خباب فاضطراب اللحية وإن كان محتملا لغير القراءة قد يكون حرك فما هو بالذكر أو بالدعاء ونحوه لكن بقرينة أخرى أن موضع القيام في الصلاة قراءة القرآن كان هذا أيضا من القرائن التي استندوا إليها رضي الله عنهم فجاء مثل حديث بقتادة وحديث البراء يسمعون الآية أحيانا من أقوى ما يستدل به على قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة والله أعلم تم حديثان في مجلس الليلة ونرجع بقية أحاديث الباب إلى مجلسنا القابل إن شاء الله تعالى ولم يتطرق الشارح أيضا إلى مسألة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخرين أو في الثالثة من المغرب وهي أيضا مما تناولها بعض الشراح والحديث إن دل على مشروعية السورة في الركعتين الأوليين بمنطوقه فإنه قد يستدل بمفهومه على عدم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين وإن كان ليس قويا لكنه مما استند إليه الفقهة عدم مشروعية قراءة سورة في الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء وثالثة المغرب وهو أشهر قولي الشافعي ومذهب الحنابلة إلا إذا كان المصل مسبوقا عند الشافعية فنص على أنه يقرأ سورة حتى لا تخلو صلاته من قراءة سورة ومما استدل به أيضا بعض الشراح من الحديث أن قراءة سورة بتمامها أفضل من قدرها من سورة أخرى إتمام سورة كما قرر أيضا لا إمة كابن القيم وغيره رحم الله الجميع أن قراءة سورة بتمامها في ركعة أو في ركعتين في الجهرية أفضل من الاقتصار على بعض السورة فلو سئلت أيهما أفضل أقرأ سورة النبأ كاملة في ركعة أو مقسمة في ركعتين في الصلاة أو أقدر أقرأ بمقدارها صفحتين من البقرة مثلا أو من آل عمران قالوا السنة قراءة سورة بأكملها أفضل وهي أتم وأقرب إلى الهدي النبوي وعل لذلك بحكم كثيرة أن الهدي النبوي الذي كان يتم سورة في ركعة أو يقسمها في ركعتين ولا يكاد صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه أنه اقتصر على بعض السورة إلا في حالات كمثل قراءته بسورة المؤمنون في الفجر فلما بلغ ذكر موسى وهارون أدركته سعلة فركع وإلا كان بصدد الإتمام ما يقوله المعاصرون اليوم والمختصون في علوم القرآن والتفسير بما يسمى الوحدة الموضوعية للسور القرآنية أن كل سورة لها موضوعاتها التي ترتبط بها آياتها وإنما تكتبل باكتمال قراءة السورة قصيرة كانت أو طويلة فالاقتصار على بعض السورة واجتزاء مقادير منها لا يفي بهذا المعنى العظيم الذي لا يبدو ولا يفقهه إلا من يقرأ متدبرا متفهما لمعاني ما يقرأ فإن عدم الفهم فلا أقل من الاقتصار على تطبيق السنة في ظاهرها وإن غاب باطنها فإنه أولى من ترك السنة ظاهرا وباطنا لا الاقتصار على سورة بتمامها ولا استحضار الفهم معناها ولهذا قال من قال بأن قراءة السورة بأكملها أفضل حتى لو قرأ سورة قصيرة وأتمها أفضل من أن يقرأ بعض سورة طويلة وإن كانت أطول من القدر الذي اقتصر فيه على سورة بتمامها نتم في مجلسنا القادم إن شاء الله تتمة أحاديث الباب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين